في هذه اللوحة يطور أحمد معلّى طريقة جديدة لصياغة العلاقات المبنية على مفهوم الشرائط الثلاث صحيح أن الحشود بعلاقاتها مع الأفراد ترسم ثلاثة شرائط إلا أن الفنان يسعى إلى إلغاء حدود الشرائط ليصهرها جميعا في صياغته للوحة واحدة ويعزز هذه الوحدة بتكريس الجزء الأعلى لموضعة عمق معماري يفيد الإيحاء بالبعد الثالث ولهذا فإن الإحساس بوجود ساحة يغزو مخيلتنا للوهلة الأولى إذا ما نظرنا إلى الحشود ولكن هذا الإحساس لا يلبث أن يضيع عندما نراقب الحجم الواحد للشخصيات مهما بعدت أو اقتربت وكذا الأمر بالنسبة للخطوط الميكانيكية الأفقية التي لا تصغر كلما ابتعدنا داخل العمق وقد قام الفنان بتخريب الإيحاء بالسطح الذي يفرضه تساوي مسافات هذه الخطوط بلجوئه إلى استخدام تدريجات رمادية شفافة ودعمها بخطوط توحي بالمنظور والإضاءة أو أخرى توحي بالحركة داخل المكان إلى جانب العلاقة التبادلية يمين يسار يسار يمين التي تربط الأفراد والحشود لقد أنجز الفنان شخصيات العمل بالفرشات ذات الشعر الطويل للحصول على إيقاعات الأجساد وحركاتها الهشة ووظف السكين لملء بعض الفراغات الناتجة عن علاقات التجاور بين عناصر الحشود المأخوذة بكرنفالية وجودها حشود مقسمة تتابع استعراضات متنوعة أم أنها تقوم باستعراضاتها الخاصة فجميع وجوه شخصياتها تنظر باتجاه الرسام فهو لا يغافلها وهي لا تشيح بها عنه هل يستدرجها استدراجا من أزمانها ويرتبها في إنسان تتالى ويمنح كل منها حكايته أم أنها تتعاقب أمام عينيه في المكان ممثلة لانتماءاتها وأزمانها اشتركوا في القناة